مش هدينا دلوقتي معدنا مع موجز لأهم الأنباء التاسعة صباحا مع دينا شرف اتفضل يدي شكرا لك أحمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناكا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الأزمة السودانية وتنصيق الجهود بين البلدين في هذا الصدد حيث نوه رئيس الوزراء البريطاني إلى دور مصر الجوهري في صون السلم والأمن على المستوى الإقليمي إلى جانب كونها من أهم دول الجوار الفاعلة للسودان التي تمثل الأزمة الراهنة بها تحديا بالغا للاستقرار في المنطقة وقد أعرب الزعيمان على القلق البالغ بشأن تصعد العنف والقتال في السودان وهو ما يعرض المدنيين لمخاطر كبيرة ومتزايدة مع التطرق في هذا الصدد إلى جهود إجلاء رعاية البلدين من السودان وأضف المتحدث أن الرئيس السيسي استعرض الجهود التي تطلع بها مصر فيه أو من أجل تشجيع كافة الأطراف على التواصل لوقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق مؤكدا ضرورة التعامل بصورة إيجابية مع كافة جهود التهدئة وتفعيل الحوار والمصار السياسي بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره ومقدرات شعبه وفي إطار جهود الدولة لإجلاء المواطنين المصريين بالسودان تم اليوم إجلاء 436 مواطنا من السودان عبر الإجلاء البري بالتنصيق مع السلطات السودانية وفي إطار حرص وزارة الخارجية بالتنصيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة سودان وأسرهم لطمأنتهم على زويهم تمهيدا لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن قام التوازر بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة شهد معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان تسهيلات عديدة لعودة المصريين من السودان وكشفت مجموعتنا من الشباب المتطوعين في الهلال الأحمر المصري عن تأهيل المصريين العائدين من السودان نفسيا والكشف عليهم وتوفير الدعم الأولي لهم وتسهيل تواصلهم مع أهليهم للإتمئنان عليهم ومن جانبه قال لطفي غيث مدير مركز العمليات بالهلال الأحمر إن هناك مرحلة استعداد منذ بداية الأزمة في المحافظات الحدودية حيث تم توجيه مجموعة من الفرق والورديات لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية العاجلة للعائدين من السودان وأوضح مدير مركز العمليات بالهلال الأحمر أنه تم رفع حالة الاستعداد وخاصة في المخازن الاستراتيجية الأقرب للقطاع الصحي لمد الاحتياجات الطبية اللازمة مشهرا إلى أن الهلال الأحمر المصري على أتم استعداد لمد أي مساعدات للجانب السوداني والهلال الأحمر السوداني قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحرزت تقدما في مدينة بخموت شرق أوكرانيا وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي سيطر على مربعين سكنيين آخرين في أحياء بخموت الغربية وأن وحدات محمولة جوا تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب وتعتبر روسيا بخموت نقطة انطلاق لمزيد من التقدم في شرق أوكرانيا أبدى الرئيس الفرنسي إمانوير ماكرو أسفه لعدم انخراطه بشكل كاف في الدفاع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد وشدد ماكرو على أن الغضب الذي يعبر عنه الفرنسيون حيال إصلاح نظام التقاعد لن يحول دون استمراره في التنقل بين مختلف مناطق فرنسا قالت أذربيجان إنها أقامت نقطة تفتيش على طريق البري الوحيدة المؤدي إلى منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا وأوضحت وزارة الخارجية في أذربيجان إنها اتخذت الإجراءات المناسبة لفرض السيطرة على الطريق من بدايته بسبب استخدام أرمينيا الطريق لنقل الأسلحة ومن جانبها قالت أرمينيا إن ما قامت به أذربيجان يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار المبران في عام 2020 ختام مجاز التاسعة فاصل ونوض لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة